دكتور فارس سمعنا عن حاجة اسمها الورم الوراثي المناعي صحيح ما هو الورم الوراثي المناعي؟ الاسم بالانجليزي hereditary angioidema أو الورم الوراثي المناعي اللي هو عبارة عن أورام متكررة نحن بس نسمع ورم بالجسم أو أورام أو تنفخ بالجسم نعطول نفكر بأمراض الحساسية هذا يشبه بطبيعة أمراض الحساسية ولكن ليس حساسية لذلك يشخص خطأ أو لا يشخص هذه الحالة هي نادرة من النوع يعني ما تصيب الناس كتير الحساسية تصيب شخص من أربعة مثلا هذا المرض يصيب شخص من ثلاثين ألف لذلك الحساسي نادر ولكن موجود والناس يعني أورام متكررة في جميع الأعضاء في الجسم الأطراف، الوجه، الجهاز التنفسي ممكن يصير في عندهم اختناخ وأكثر شيء يصير عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي يصير في تنفخ بالأمعاء وهذا يؤدي لأوقاع قوية جدا 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 وهذا المرض للناس اللي عندهم نياد يصير متكرر ممكن يصير مرة مرتين في الأسبوع يجيهم أتاك أو مرة بالست شهر يجيهم أتاك ولكن الناس يعانوا منه بشكل كتير لعندهم نياد مضاعفاته خطيرة مضاعفاته خطيرة ومضاعفاته مؤلمة وتأثيره على حياة العالم على متعد الحياة كثيرة للأسف أكثرية الأمراض الناس اللي عندهم هالمرض ما يعرفوا أنه عندهم إياه يعني فوق تسعين مئة من المرض الموجودين في عالمنا العربي غير مشخصين لذلك يعالجوا بعلاجات سطحية أو يفكروا أنه عندهم حساسية عادية وهن ما عندهم فنحن عم نلقي الضوء على هالمرض اللي هو نادر ولكن صار عنا علاجات بيولوجية كمان اتجاهه وإزاي بيتم تشخيصه يا دكتور؟ تشخيصه أكشلي هيئا تشخيصه في فحص دم بسيط في فحص دم أو اثنين ثلاثة بسيطين إذا كانوا تحت المعدل والإنسان عنده عوارد تتفق مع هالمرض هيدا عوارد أورام متكررة انتفخات متكررة وبالأخص إذا هذه الانتفخات متكررة ما تتجاوب مع الأدوية الكورتزون والأنتيهستامين الأدوية نحن نعطيها للورم فإذا مريض عنده إياها وما تتجاوب مع المرض لازم نحن نشك في الأمر سعادة في فحص دم بسيط جدا بين عمل بس يكون عندك شك قبل ما تعمل هيدا الفحص ولكن تشخيصه ليش مش صعب أبدا التحليل أو الفحص ده مفروض أنه متوفر في كل المعين متوفر مش حاجة جديدة لا 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 هو لأنه نادر من نوع الناس ما بتفكر فيه نحن تعلمنا بالطب لازم تفكر بالمرض تتشخصه إذا ما فكرت فيه مرة حتشخصه لأنه نادر ويشبه كثيرا أمراض تانية أمراض حساسية تانية ما نفكر فيه فما نعمله الفحص لذلك فوق 90% من العالم غير مشخصين ونحن بالجمعية العربية هلأ في العالم كله بالعالم ده نقول بالعالم العربي بالعالم العربي بس حتى بالعالم كله نسبة التشخيص أقل من 50% حسنا كنت حسنا حضراتك حضراتك ذكرت أن فيه واحد كل 30 ألف تقريبا يصاب بهذا المعرض صحيح فهل دي نفس النسبة الموجودة في الدول الأخرى نفس النسبة يعني واحد لـ 30 ألف أو 51 ألف هيدا لـ prevalence بشكل عام بس نحن هو كما في عام الوراث كبير يعني إذا شخص عنده هالحالة بنته أو ابنه عنده 50% شانس من أولاده يصير عنده إياها لذلك هو منشوفه بـ 75% منشوفه في عام الوراث كتير كبير فيه فإذا شخص عنده إياها لازم عيلته العيلة المحيطة فيه أولاده بيه أبو جد ست لازم يكون عندهم هالمرض بس نحن النسبة هي ذاتها في كل العالم ولكن عدم التشخيص عالي جدا في الدول العربية دكتور يعني حضراتك ذكرت برضو أنه هو إحنا لازم نشخصه أو لازم الأول الدكتور يتعرف عليه لازم الدكتور يشخصه يشخصه الدكتور يعني لو هو مرض نادر إزاي الدكتور حيعرفه ولفيه أمراض كتير نادرة لأنه هو الأعراض اللي حضراتك ذكرتها من شوية أعتقد أن هي بتدخل في أمراض كتير صحيح لهيدا السبب هو تشخيصه ما بيفكروا فيه الدكتورة وكلنا يعني مراض ما منفكر بهالمرض لأنه نادر والاحتمال الأكبر أنه يكون أمراض حدثية عادية ولكن لازم ندري أنه فيها مرض موجود ولازم نعرف فيه المرض موجود كل الحكمة اللي بتخرجوا من كريات الطب قاريين عن هالمرض هيدا ولكن فعليا ما يمكن أنا عندي 5-6 مرضة بس يعني ما كتير موجود ولكن نحن عم نقول فيه فوق المئة مريض بكل منطقة مش مشخصين نحن منشك بالمرض بس يكون عندنا هالعوارض والإنسان عابد تتكرر عنده الحاسسية ما بتتكرر كل أسبوع أسبوعين ثلاثة شفت كيف والحاسسية تتجاوى مع الأدوية هيدا ما يتجاوى مع الأدوية العادية لذلك بس يكون فيها العوارض ومش عابد تتجاوى وفي عام الوراثي بالعيلة كلها عندها المشكلة لازم نشك فيه هل دا يعتبر مرض من أمراض الحاسسية ولا المناعة مناعة هيدا ليس مرض حاسسية هيدا مرض مناعي نقص في إنزايم في بروتين معين في جسم هو غير موجود عند المريض اللي عنده هالحالة هيدا عدم وجود هالإنزايم يمنع تثبت بهالمرض لذلك يؤدي لإفرازات مواد كيمائية اسمه بريدي كاينان اللي هو مادة تعمل الأورام ولكن عورده تشبه المشاكل الحاسسية وهو ناتج عن مشكلة جهاز المناعي لذلك هو مرض مناعي ليش مرض تحسسي دكتور يعني علاجه سهل علاجه ليس بصعب إذا تشخص للأسف 14 سنة أو 15 سنة تمره قبل ما الإنسان يتشخص تصور يعني هو يبدأ في عمر صغير عارة عند الأولاد بس أكترية العالم ما يتشخصه لبعد سن البلوغ يتشخصه في ناس كتير يعانوا منه وفي ناس ما يتشخصه غير بس يصيروا كبار ولكن علاجه في أدوية للمرض الخفيف في أدوية موجودة بالبلد نحن نعطيها وتنفع ولكن العلاجات البيولوجية مثل ما تفضلت الدكتورة هي عبتنوجد للأمراض الحساسية والمناعة الصعبة الكنترول عليها يعني ما بتتعالج بالأدوية العادية فهيضا المريض اللي عنده حالة قوية جدا مش عبتجاوه مع الأدوية الكلاسيكية والرخيصة صار فيه اتجاه نحو اختراعها الأدوية هيدا اللي هي كتير فعالة بها المرض مثل أمراض تاني بالمناعة والربو دايما المؤتمرات بنعرف منها الحاجات الجديدة وتفكرنا برضو بالحاجات اللي احنا ممكن ننسيها أستاذ الدكتورة أمال أسعد أستاذ طب الأطفال والحساسية والمناعة بجامعة سنسيناتي بأوهايو بالولايات المتحدة الأستاذ الدكتور فارس زيتون رئيس الجامعية العربية للحساسية والربو والمناعة ببيروت أنا بشكر حضراتكم على وجودكم معين شكرا شكرا